السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا للأخوات الحوامل خاصة الحوامل لأول مرة اللي نفسهم يفرحوا بالرحلة رحلة الحمل نفسك بطن الحامل تبقى ظهرة عندك تكبر بطن الحامل بسرعة تبقى زي اللي بيطلعوا في التلفزيون في الأفلام أما بتلاقي الحامل مسكة بطنها الكبيرة وهكذا بتلاقي جدا لما بتعدي شهر وراء تاني وبطنك مش بتكبر يا ترى في علة في مشكلة ولا الدنيا تمام طيب خلينا نقول أول معلومة إمتى ممكن تظهر بطن الحامل بطن الحامل هتظهر حرفيا ما بين الأسبوع الـ 12 للأسبوع الـ 16 ولما بتكلم عن ظهور البطن مش بتكلم عن البطن الكبيرة أوي اللي في خيالك زي ما بتشفيها في أفلام السينما لكن أنا بتكلم عن لو إحنا جدنا شريط قياس وقسنا محيط البطن قبل الحمل وحرفيا لو إثناء في الأسبوع الـ 12 من الحمل هنلاقي إن في تقدم في اتساع هذا المحيط من الأسبوع الـ 12 للأسبوع الـ 16 في الفترة دي بتبتدي تظهر بطن الحامل تدريجيا طيب خلينا نقول إن بطن الحامل الحامل بتوأم بتظهر أسرع شوية وده بيرجع لإن انفصال عضلات أفراحم بتكون أسرع شوية في حال الحامل بتوأم أو في حال الحمل بتوأم طيب هل في مشكلة لو ما ظهرتش البطن الكبير اللي إحنا بنشوفها في الأفلام دي وبتبقى الممسلة مسكة بطنها الكبيرة ومشي على مهلها وعيني بتبقى في شهر التاني ما عرفش إزاي ولكن هكذا بتبدو في المسلسل الأدرامي أو في الفيلم السينمائي ولكن لو ما ظهرتش البطن لحد شهر الرابع شهر الخامس وشهر السادس والسابع كمان السابع كمان السابع كمان ما فيش أدنى مشكلة لعدم ظهور بطن الحامل عند بعض الحوامل لإن في حاجات كتيرة جدا بتأثر على موضوع ظهور البطن منها مثلا لو حضرتك حامل لأول مرة بتكون عضلات البطن قوية فدي بتمنع ظهور البطن شوية الحامل المليئة الممتلئة السمينة البدينة هي بتبقى أقل في موضوع ظهور البطن من المرأة النحيفة المرأة النحيفة بيبدو عليها ظهور البطن أسرع شوية من المرأة الممتلئة دي نقطة مهمة جدا في بعض الحالات بيكون هناك رحم مائل إلى الخلف في حالة زي حالة الرحم المقلوب بيبقى الرحم مائل إلى الخلف الناس اللي عندهم هذه المشكلة وليس مشكلة كبيرة يعني ولكن عندهم هذه المسألة فبتبقى ظهور البطن أبطأ من الرحم المائل إلى الأمام وده بطبيعة الحال بينعكس لأن الرحم المائل إلى الخلف بيمنع ظهور بروز البطن إلى الأمام طيب أهم حاجة احنا عايزين نتطمن على أن الجنين هو اللي نموه ووزنه وطوله مناسبين للفترة الزمنية اللي هو فيها في رحلة الحم يعني بمعنى آخر مش مهم ظهور البطن ظهور البطن ده حاجة شكلية ممكن حضرتك تبقي مهتمة بيها ولكن الطبيب بيبقى مهتم أكتر بنمو الجنين ذات نفسه وطوله ووزنه فلو الجنين وزنه وطوله ونموه بشكل عام بيسير وفقا للمرحلة العمرية اللي هو فيها في رحلة الحمل حتى لو ما ظهرتش البطن حتى الشهر الثامن فما فيش أدنى مشكلة من هذه المسألة إن هي عدم ظهور البطن بشكل كبير طيب إمتى نقلق؟ نقلق في هذه الحالة لو واحدة كان بطنها كبيرة وحصل بعد ما كانت البطن كبيرة ابتدت هذه البطن تنكمش وتصغر في عندي بعض الاحتمالات منها احتمالات طبيعية ومنها احتمالات يعني تكون لها علاقة بمسألة خطيرة شوية من المساء العادية مثلا إن الحامل لما بتتقدم في رحلة الحمل في شهور الأخيرة ممكن يحدث عند بعض الحوامل إن الجنين ينزل لتحت شوية عند تغيير وضعية الجنين ونزوله إلى الأسفل بيحصل إن المنطقة العلوية اللي هي البطن وبروز البطن بتلاقيها نزلت شوية فبالتالي يهيئ إليك إن بطنك صغرت إنما الحقيقة إن وضعية الجنين اختلفت فبالتالي إنعكس هذا الأمر على بروز البطن دي نقطة عادية جدا ولكن عشان نقول إن النقطة دي حصلت معاك لازم يكون في فحص بالسنار عند الطبيب دي نقطة مهمة جدا النقطة التانية إن في بعض السيدات بيحصل عندهم إعراض عن الطعام يعني ما لهمش نفسي يكلوا بيخسوا في فترة الحمل هي بتخس والجنين بينمو ففي الحالة دي ممكن يحصل إيه؟ يحصل إن البطن مش بتتطور بيتقدم الحمل وانت زي ما انت أو حجم البطن هو وهو طيب نتطمن إزاي إن إحنا نعمل سنار عشان نتطمن إن الجنين بيزيد وزنه ولكن لو حضرتك أنت اللي بتخسي فما فيش مشكلة على الجنين ولكن بنحذر من حاجة مهمة جدا لما تعرض عن الطعام فترة طويلة ممكن تتعرضي لفقر دم أو أنيميا شديدة دي اللي ممكن تؤثر على الجنين وعلى نموه بشكل طبيعي من الحالات الخطيرة جدا والتي تؤدي إلى إن واحدة حامل كانت بطنها كبيرة وبدأت تصغر هو إن حدث تسريب لماء الجنين حصل ثقب في كيس الحمل فبدأت المية تتسرب فبالتالي حصل إن بطن الحامل بدأت تنكمش واخد بالك من النقطة دي هنا في الحالة دي لازم تجري على الطبيب وتذهب فورا إلى المستشفى لأن حدوث ثقب في كيس الحمل ممكن يتلحق عن طريق إعطاء مضادات حيوية مناسبة لهذه الحالة عن طريق المحليل في المستشفى عشان ده بيبقى نتيجة تعرض الحامل لهجوم بكتيري أدى إلى ثقبة في كيس الحمل وطبعا إحنا اتكلمنا قبل كده أكتر من مرة عنه حماية نفسك من هذا الأمر وهي الالتهابات اللي ممكن تحدث في المسالك البولية والالتهابات المهبلية لازم نرائب نفسنا كويس جدا ولما نحس أن فيه التهاب حصل فيه المهبل أو التهاب حصل فيه المسالك البولية يجب أن نروح للطبيب عشان نتلقى العلاج المناسب قبل ما يتطور الموضوع ويحدث ثقب في كيس الحمل فبالتالي تتصرب الميا من كيس الحمل أشكركم شكرا جزيلا ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة